بسم الله الرحمن الرحيم وشكراً على اللقاء والاستضافة طبعاً الجامعة الملكية للبنات من أقدم الجامعات الخاصة في مملكة البحرين أول جامعة تحصل على الاعتماد من قبل مجلس التعليم العالي وهذا شيء طبعاً نفخر فيه أيضاً من أول جامعات التي حصلت على الاعتماد من المملكة العربية السعودية الشقيقة ومن الأشياء التي تميز الجامعة الجامعة أنشئت في 2005 من قبل مجموعة من المستثمرين كان لهم رؤية في كيف ضرورة إنشاء جامعة تختص بتعليم المرأة وبتلكين المرأة بداية الجامعة فيها ثلاث كليات كلية الإدارة والقانون كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية التصميم والفنون ومن ضمن طبعاً الكليات مجموعة من البرامج الرائدة والمطلوبة في سوق العمل الجامعة فيها حرم يعني مبني خصيصاً لأهداف الجامعية يعني يمتد إلى أكثر من 220 ألف متر مربع لدينا طبعاً جميع المرافق التعليمية، مكتبات، IT لابز، غرف كمبيوترز إلى ما ذلك إضافة إلى سكن جامعي، سكن طالبات وهذه من الأشياء التي تميز الجامعة أن بالذات للطالبات مثلاً من دول جوار، من مركة سعودية ومن أي دول أخرى هناك سكن مهيئ غرف فردية أو زوجية بدورات مياه يعني خاصة بحيث أن تكون الطالبة قريبة جداً وعيشهم في أجواء الجامعة معترف بجامعة من قبل كثير من المؤسسات منها طبعاً الـ PQA محلياً الـ ISO، الـ ASEC وما إلى ذلك من اعترافات مؤخراً صرنا associate members من الـ PQA، عفواً الـ QAA وهي المؤسسات الجودة البريطانية اتفاقية التشسير ما بين جامعة الملكية البنات وجامعة وست برجينيا في بريطانيا عبارة عن اتفاقية تم إبرامها مؤخراً ما بين الجامعتين وهي تسمح للطالبة أن تبدأ رحلتها دراسية هنا في البحرين وتنهيها أو تكمن دراستها في جامعة الأمريكية الشريكة اللي هي وست برجينيا، جامعة مرموقة ومعروفة على مستوى أمريكا بحيث أنها تحصل على شهادة أمريكية، شهادة من أمريكا بالنسبة للطالبة ممكن تختار أنها تسوي سنة هنا وثلاث سنوات في أمريكا أو سنتين في البحرين وسنتين في أمريكا أو بالعكس اللي هي ثلاث سنوات في البحرين وسنة في أمريكا وتنهي الدراسة في أمريكا الفوائد من الاتفاقية كثيرة طبعاً بس أعتقد أهمها وكولية أمر يعني أنا أتكلم قبل أن أكون رئيسة الجامعة أهم الميزات أن تعطي مساحة للطالبة أنها تبدأ الرحلة الجامعية ورحلة الدراسة الجامعية ضمن شيء مألوف ضمن بيئة عائلية أو بيئة جامعية مريحة تعرفها إلى أن يتم يعني التعود على متطلبات الدراسة الجامعية وممكن حتى يكون في مساحة للنضج والنمو يعني بالنسبة للطالبة تكبر شوية تتعود على الدراسة ومن ثم تنتقل إلى دراسة في الغرب اللي طبعاً ستكون ممكن أصعب وفيها تحديات أكثر هذه من ناحية التعليمية من ناحية المادية هناك اتفاقية مع جامعة الأمريكية أن الرسوم تكون مخفضة بالنسبة للطالبات القادمات من الجامعة الملكية للبنات فطبعاً في ميزة في هذا الموضوع إضافة طبعاً إلى أن الشهادة تكون من جامعة أمريكية مرموقة فهذا شيء يعني يميز الجامعة اشتركوا في القناة